امرأة مسنة تجاوزت السبعين من عمرها تعلقت بعادات وتقاليد أجدادها حيث لا يكتمل لباسها إلا بالخلالة المصنوع من الفضة التي ورثتها عن وليدتها تحتفظ بها منذ عقود كموروث عائلي يأبى الاندفار إنها خالت زبيدة من بلدية عنفكرون ولاية أم البواقي خلخال يلبس بقدم المرأة بينما أم حرمة العجائز تضعها النساء على الرأس كغطاء وغيرها من الحلية التقليدية القديمة ومختلف الأنواع والأشكال التي تعكس تنوع التراث الشعبي بمناطق الأوراس قاطبة قرنا ساقام قياس قرسة وشهاكيني قرسة الدح قرسة الخالون قرسة رذيف انت راضي تقدرنا النغ إيه مر الشباب أنك لازم أكنانين حافظنا وكنت حافظنا وكنت حافظنا شنين وكنت حافظنا شنين هانش دي العمر ينغطان قرنت والحمد والله هاتش كميرا ذي قرنت تقاليد إيه هاذ جون دي هاذ دام زيانا وهاذ يسر بجار الكيفانا فوسط ديكور تقليدي خلت زبيدة تعود بك إلى الزمن الجميل الذي يرسم صورة تراثية بكل ألوانها ودللاتها في محاولة لحمايتها من رياح الزوال اشتركوا في القناة